شوف أخي الكريم هناك عدة أسباب لقطع الرزق منها المعاصي الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا والتقول فتحنا عليهم بركات من السماوة والأرض ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون يعني المعاصي تكون سببا لقطع بركات السماوة والأرض وانظر إلى علاقتك بربك كيف تكون وأشد المعاصي إثما ترك الفرائض ثم ارتكاب الكبائر إذا كان عندك شيء من ذلك فهذا سبب من أسباب قطع الرزق هناك ناس عبالة الكبائر بس إذا قتل أو سرق أو زنا الكذب من الكبائر الغيبة من الكبائر النميمة نقل الكلام هنا وهنا من الكبائر قد تكون هذه أيضا أسباب لقطع الرزق يعني بين الناس عموما الكبائر أو التقصير ترك الفرائض يعني مثلا قضاء الصلاة تأدية الصلاة في غير وقتها تأجيل الصلاة عن وقتها دون سبب شرعي هذا من الكبائر ومن أكبر الكبائر مثلا عموما أولا الكبائر ثانيا قطع الأرحام قطع الأرحام من أسباب قطع الرزق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يبارك في عمره فليصل رحمه بمعنى إذا قطعت رحمك سيكون هناك سبب لقطع الرزق المقصود بقطع الرحم الخصومة والعداء مو عدم الصلاة أكون إنسان مثلا يقولك والله بيتعمي بيتعمتي بالخمس ست شهر ما أقولهم سلام عليكم لكن أحب ومحبوني وما بيناتنا عداوة هل أنا قاطع؟ لا مو قاطع لكنك مو واصل عدم الصلاة مو إثم الإثم والقطيعة تقول ما أحكوا إياهم إذا تقول ما أحكوا إياهم أو تقول والله ما أحبهم أو تقول يعني أسباب هنالك هذا قطع حرام قطع الأرحام من أكبر الكبائر لكن أدم الصلاة لا مو حرام تحبهم وحبوك وما بيناتكم مودة بس هناك بشر طبعا مجتماعي لكنه فقد أجر عظيم وهو أجل صلة الرحم وصلة الرحم تجلب الرزق في الدنيا وتجلب الثواب العظيم في الآخرة ومن أسبابها أكل المال الحرام لا شك أن أكل المال الحرام من شار يقطع الرزق وسور بينك وبين الرزق هذه هو أمثالها من أسباب قطع الرزق وكذلك قلة الاستغفار لأن الاستغفار وصلت على النبي عليه الصلاة والسلام أبواب عظيمة لفتح الرزق يقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارات فقلة الاستغفار أيضا من أسباب منع الرزق كذلك قلة التوكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يتوكل لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزقوا الطير تغدوا خماصا تروحوا خماصا وتغدوا بطانا تروح فارغة بطنها وترجع تمشي هم تتونس بالانتقال بين الغصان وهم تلقى الأكل اللي تأكله فالمقصود بالتوكل على الله أكو إنسان يكاد لا يؤمن بأن الرزق من الله لا يكاد لا يؤمن بأن الرزق من الله إنما يسعى يعني أعرف مرة رجل غارم مطلوب مطلوب فلوس إيش قام يسوي يخدع الناس تعال تكفلني وأنا إن شاء الله نطيك هدية يتكفل وينهزم ورط الناس وخلت الناس كلها تنذب السجن من وراء أنا أعرف أمعرف الشخصية خلت الناس تنذب السجن من وراء ليش التقيت بي بعد أن كانت شكية من الناس التقيتوا به فقال شا سوي يعني أنا مطلوب فلوس وما عندي غير أمر قلت لأنت شو نعتقادك برب العالمين يعني أنت تصور بأن رب العالمين رح يفتح لك الرزق وانتجه تخدع الناس يعني هذا يعني يظن بأن الرزق ليس من الله إنما الرزق يأتي من خدعة الرزق يأتي من شطارة الرزق يأتي من سعين مجرد أنت ما تصور أن رب العالمين رح يغضب عليك ويزيد مشكلتك ويزيد ديونك إذا أنت ضريت عبادة هذا توكل ما لصفا فعليك أن توقن بأن الله تعالى هو الرزق إذا أفتح لك الأبواب فلا يغلقها أحد أمامه سبحانه وتعالى ومن أسبابها أيضا السعي اسعي للرزق مو قاعد ببيتك وتنتظر السماء تمطر عليك ذهب وفضة السماء ما تمطر لا ذهب ولا فضة إنما يقول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشي بالمناكب وهو الله سبحانه وتعالى يرزقك